موسيقى أسعد الله صباحكم بكل خير موجز العاشرة من التلفزيون الجزائري أهلا بكم البداية بقطاع السكن حيث خدمة المواطن في صدارة جميع البرامج والاستراتيجيات في الجزائر وغاية مفتئ السيد رئيس الجمهورية يؤكد على تحقيقها في مختلف المحافل والمناسبات مشددا على ضرورة ضمان الحق في السكن اللائق من خلال برامج سكنية تلبي جميع الخصوصيات والإمكانات حيث كشف أمس وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي أن عدد المقبولين مبدئيا في برنامج عدل ثلاثة هو مليون واربعة وعشون الفا وثلاثمائة واثنان واربعون مسجلا خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني مؤكدا انطلاق عملية إجراء التحقيقات على مستوى البطاقية الوطنية للتأكد من شروط القبول للمواطنين المسجلين عبر المنصة الإلكترونية أشف أمس وزير الصحة عبد الحق سيحي على افتتاح المؤتمر السادس عشر لطب الأورام وهو المؤتمر الذي أصبح مناسبة راسخة وموعدا لالتقاء مختصين من خارجي وداخلي ألوطا من أجل التعرف على التطورات العلمية والتقنية الحاصلة في مجال أمراض الأورام والتي تعد إشكالية صحية معقدة تصنف كثاني سبب للوفاية عبر العالم دعت الجزائر أمس المجتمع الدولي للتحرك من أجل حماية الأشخاص الأكثر ضعفا في غزة سيما النساء مجددة التأكيد على دعوتها إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وفي لبنان الذين يتعرضان لعدوان صهيوني غير مسبوقة ووضح ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع بمجلس الأمن الدولي في نقاش تحت عنوان نساء سلام وأمن أن الجزائر تجدد دعوتها من أجل وقف فوري ودائم لإطلاق النار بغزة وكذلك في لبنان من أجل الصهر على ضمان الحماية لجميع المدنيين سيما منهم الأكثر ضعفا أي النساء بمقتضى القانوني الدولي بمقر الرئاسة الصحراوية نشط عضو الفريق القانوني الممثل لجبهة البوليزاريو لدى المحكمة الأوروبية المحامي إمانويل ديفاريس مرفوق بالسيد أبي بشرايا البشير ممثل جبهة البوليزاريو بجناب نشط ندوة صحفية استعرض فيها الخطوط العريضة للانتصار القانوني للشعب الصحراوي والقضية الصحراوية على القرار الأخير الغير قابل للطعن والقاضي بإلغاء الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في تطورات الوضع المأسوي بقطع غزة ارتكب الاحتلال الصهيوني مجازر مروعة أمس في مخيمات جباليا والنصيرات والمغازي شمال ووسط القطاع ما تسبب في استشهاد عشرات من المواطنين الأبرياء وإصابة المئات منهم وسطا عدام تام لكل ضروريات الحياة فبمنطقة الهوجة بجباليا نسف الاحتلال الصهيوني مربعا سكنيا يضم نحو 13 منزلا على رؤوس ساكنها ما أدى إلى سقوط نحو 150 بين شهيد وجريح ساعات فقط بعد ارتكابه لمتزرة لا تقلها مجية بمخيم النصيرات وسط القطع هذا واستهدف الاحتلال الصهيوني نادي الخدمات بمخيم المغازي وسط القطع ومدرسة تعج بألاف النازحين ما تسبب في ارتقاء سبعة عشر شهيدا بينهم ستة أطفال وإصابة أكثر من خمسين آخرين وفي لبنان يتوصل عدوان الصهيوني على عدة مناطق في الضحية والبلدات الجنوبية حيث شن سلسلة غارات جوية ما أدى إلى استشهاد تسعة أشخاص وإصابة آخرون بجروح كما تعرضت بلدة كفر تبنيت جنوبي لبنان إلى استهداف أدى إلى وفاة أربعة أشخاص وأمام هذا التصعيد المتواصل على لبنان وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي نداء للمجتمع الدولي لبذل جهود دبلوماسية متزايدة وحاسمة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وموجة الدمار والعمل معا من أجل تحقيق الاستقرار الدائم على أساس مبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن في أخبر رياضات تستكمل اليوم وغدا مباراة الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بإجراء أربع مباراة تأتي على النحو التالي نجم مقرى شباب بالوزداد انطلقا من الساعة الثالثة ودرب الشرق نديا الرياضي القسنطني ووفق صيف وهي المباراة التي تشاهدونها على القنتين الأولى وكنال الجغي على الساعة الرابعة مساء شبيب تصورة تستقبل مولودية البيض فيما يواجه نادي أتليتيك بارادو مولودية وهران ابتداء من الساعة السابعة والنصف مساء والمباراة تشاهدونها على القناة الشبابية وبهذا نأتي لختام الموجز أخبار أخرى تأتيكم مفصلة في تمام الحدي عشر بحول الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة